في سنة 2018 أصبح البريد العراقي شركة عامة حيث بلغ عدد المكاتب البريدية 369 مكتب بالإضافة إلى 21 مركز توزيعي في كافة أنحاء البلاد والعمل جار لتطوير أداء الشركة وإدخال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة الألكترونية ونظام التوفير طبعا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع تنضم معنا المهندسة زينب عبدالصاحب المدير العام ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والتوفير أهلا وسهلا بيش أهلا وسهلا أهلا بكم شكرا قناة دجلة لإتاحة هذه الفرصة لتعاقب كل ناس على خدمات البريد والتوفير نعم سيد زينب نتحدث اليوم عن موضوع مهم يتزامن مع اليوم العالمي للبريد والبريد العراقي يعني في أذهان العراقيين طبعا الأجيال اللي صدقتنا مو أحنا مرتبط يعني بذاكرة الرسائل والطرود اللي تصل من الخارج وأيضا إرسالها من يعني من العراق إلى الخارج يعني بريد عريق متأسس منذ سنة 1921 يعني هنا لازم نسأل البريد العراقي حاليا شنو وضعه وين ممكن أنه يرجع يعمل بقوة ويصبح شيء جزء أساسي من حياة المواطن العراقي تعرفين في بالخارج يعني البريد بالنسبة لهم خصوصا البريد الوطني جزء أساسي من تعاملاتهم وحياتهم ومعاملاتهم وطرودهم وبضائعهم وكل شيء طبعا أترك الحديث إليتش يعني الموضوع يعني مهم حقيقة أنه نسمع أكثر عن البريد نعم حقيقة البريد العراقي مثل ما تفضلته هو متأسس من سنة 1921 دائما البريد عادة يصطبط بتأسيس الدولة أصلا يعني في زمن بداية الدولة عندما يعني يسافر رئيس الدولة أو ملك يعني يكون مسؤول البريد هو اللي ينوب عنه يعني كأنما نائب عنه فرجعت حسا حاليا بعد عرفون تطور الرسائل عن طريق الإيميل يعني تطور التكنولوجيا شوية لفترة من الفترات البريد بدا يرجع يعني يتأذخر لكن تعرفون هو يعني مو بس بالعراق كل برد العالم تعاني نفس التطور ونفس التكنولوجيا فلجأت هناك هناك اتحاد البريد العالمي اليو بيو لجأ إلى وسائل لإعادة البريد نعم خصوصا نحن بالنسبة إلى البريد العراقي الحكومي هو عبارة عن خدمات البريد والتوفير فخدمات البريد خدمة الطرود تبقى يعني رسائل ممكن استستعيضين عنها بالإيميل أو رسائل واتساب لكن خدمة الطرود باقية عدنا يعني حاليا حاليا ما عدا أقليم كردستان 279 مكتب ما عدا أكشاك بريديا نشترها من أمانة بغداد ونستخدمها أيضا للطرود لخدمات البريد عدنا التوفير 83 ألف مشترك يصل حوالي 183 مليار حجم الودائع اللي عدنا بصندوق التوفير عدنا قانون خاص هو قانون البريد وقانون التوفير حقيقة يعني منذ السبعينات لغاية الآن لا يدى ساري مفعول وذا نحدث عليه عدنا بنا تحتية جيدة نحن حاليا يعني بنواقب التطور وفق ما صار مثل برد العالم فابتداءا لما كان لديكم البريد مسؤول البريد هو يعوض عن رئيس الرئاسة الدولة ببعض الأحيان فلهذا لجأة دول العالم إلى أن تستخدم البريد كوسيلة نافذة واحدة علما على مود المواطن يكمل بها معاملاته هذا صار نقاط يعني فترة البريد العراقي تأخر فما صارت هاي الخدمة حاليا احنا رجعناها من خلال حاليا نسعد نعقد ان شاء الله عن قريب راح المشروع يرى النور نهاية 2023 بداية 2024 نصير مثل دول العالم يعني حضرتش عديش مثلا جواز او عندش بيزا اتروحين للبريد اكتب يعني واحنا 276 مكتب انتفارنا بعموم العراق فهاي 276 مكتب راح تتيح للمواطن انه ما يكلف مسافات يعني بأي محافظة بأي ناحية يكون موجود فما تكلف انه يروح يراجع دائرة والزحامات على الدوائر وتعرفون يعني ست زينة دا تشتغلون ويا الوزارات على مشروع انه يعني طرودهم او مراسيلهم توصل عن طريقهم الى المواطنين بضبط احنا عدنا جانب بين وزارات الجانب البريد الحكومي يعني الرسائل الحكومية اللي بين الدوائر احنا عدنا اعمام يعني مسوي بالطافة الوزارات انه يستخدمون البريد العراقي لهذا ما عدا هذا اللي بتتفضلني لحضر تشبيه انه يعني ذا نفاول نسق وطبعا لدينا دعم كبير حتى من مكتب رئيسي وزراء من السيدة وزيرة دكتور هيام الياسري الى ان نقدم هذه الخدمة نكون مثلا الوزارة الخارجية مثلا عدنا بوزارة الخارجية للتصديقات دائرة التصديقات ما يحتاج بعض المواطنين يروح لدائرة التصديقات يجي لبريد يقدم اوراقه واحنا نكمل الهياء والرجع الهياء حسنا نحاول نكمل الأسطول عدنا لتكمل احنا عدنا نهاية المطاف مثل ما يقولون بهاي المتين وسبعين مكتب عدنا حسنا عقود انه نتسوينا أسطول بريدي بحيث يكون متكامل من ناحية السواف ومن ناحية السيارات والعرضات يعني اكد توسيع في المكاتب؟ يعني من 267 مو؟ 267 الى اكثر؟ احنا في مجال توسيعها ما عدا توسيعها احنا دا نطمح ان نوصل للمواطن البيتة يعني بعد ما كدعيها منه يرجع يراجع دائرة البريد ممكن يراجع دائرة البريد فقط يكلي مسكمسكاته لكن الخدمة توصل البيتة عن طريقنا عن طريق البريد يعني لاسط ما يوصل البيت المواطنين طيب سيد زينب ممكن انه ايضا يكون عدكم تعاون مع الشركات بحيث انه يعني يستخدمون البريد العراقي في توصيل البضاع الى العراقيين اقصد الشركات المحلية الشركات العالمية ماذا قد اكو امكانية بالتعاون بالتأكيد احنا حاليا يعني وفق القانون البريد العراقي هو الوحيد المسؤول عن ترخيص كافة هاي الشركات حتى شركات التوصيل العادية لكن احنا فيه طوراتنا يعني هذا المشروع اللي اتكلمت عنه هذا بالتعاون مع القطاع الخاص شركة عراقية نتعاون معها على مدهي ايصال الوثائق الشخصية للمواطنين عندنا عقد اخطاق وية وحدة الشركات العراقية ان شاء الله الاربعاء القادم رح نعلن عنه اللي هو استخدام البطاقات الالكترونية للتوفير يعني تعرفين الدفاتر لحد الآن الطريقة الكلاسيكية انه اكو دفتر توفير هذا بصراحة الدفتر توفير ما عدا انه كونه قديم لكن عرضنا لمشاكل هواية تعرفون يعني التساد الاداري اللي ممكن يصير تزوير بالدفاتر فحولنا كله الى بطاقات هذا ما عدا التزوير والقضاء على الفساد احنا رح نتيح لنا ان تتقدم هاي الخدمة بالمئتين وستة وسبعين مكتب ما عدا هذا منافذ أخرى هذا الشيء ستساعد المواطن بالبطاقة بطاقة الالكترونية هاي البطاقة الالكترونية كان لحد الآن يعني قبل ما نطلق المشروع اذا انتي مسجلة حضرتك عندش مكتب قريب ينبيتكم اذا مسجلة بي عندش حساب وخالة بي حسابك لازم اذا احتاجتي تسحبين سحب معين تروحين لس المكتب البريد لكن هسا احنا بالبطاقة راح نسمي السحب والإذاع الفرق يعني انت اليوم طالعة مثلا المحافظة وعندش بطاقة مبدع اصلا في التصين او في الشيء تروحين اقرب مكتب بريد المكان المحافظة اللي انتي حاليا بيها وتقدمين هذا يعني عن طريق البطاقة والسحبين المبلغ اللي تريدين طيب ست زينة بشو راح تتعاملون ويا قضية العناوين يعني تعرفين بعض البيوت ما بها عناوين واضحة ارقام يعني هذا بالنتيجة ايضا يحتاج انه او يمكن تعاون مع مع البلديات في المحافظات على مترقيم البيوت الترقيم البيوت احنا اكوش حاليا عنوانة بريدية اللي باتجاه يعني اكوش عدة انواع مع العنوانة اكوش عنوانة بريدية عن طريق اونلاين يعني هسا اكوش برنامج ممكن تدخلي تدخلين عليها بالتطبيق التطبيق بالحاسبة تدخلين سوين العنوان ويتخلى هذا العنوان يكون يسموه مو عنوان حقيقي لكن ايضا اكو تنسيق يعني اكوشوية امانة بغداد يريدون يرجعون العنوانة البريدية اللي هي مال زقاق وهي طبعا صارت قديمة الزقاق والمحلة والرقم الدار فصارت حاليا رقم مطويل مثلا يدل على بغداد مثلا يدل على حي الفلاني محلة كذا احنا هذا ماشيين بي ايضا يعني متجهين حاليا درسنا وعدة شركات وي القطاع الخاص في سبيل انجاح هذه التجربة حاليا يعني هو ما صار يعني فتشي صعب يعني حاليا لحد الآن يعني هوايا دول مشته يعني قبل فترة كنت مؤتمر بسعودية فكتبية اكثر دول المنطقة وناجح ويستخدموه بإيصال البريد طيب ست زينب من نتحدث عن البريد العراقي يعني الى اي حد هو مشبك مع البريد العالمي مع هذه الشبكة الكبيرة تعرفين اليوم العالم هو يعني قرية صغيرة الكل يتواصل مع بعض الواتساب يعني وغير برامج وتطبيقات يعني قامت بعملية الاتصال لكن البريد يبقى مهم لانه تحدثنا عن انه طرود وبضاع وإلى ما هنالك كمية التشبيك مع البريد العالمي او نسبة التشبيك مع البريد العالمي صراحة الاتحاد البريد العالمي هو القناة اللي توصل كل برد العالم 192 دولة العراق حاليا مع البريد العالمي يعني حالة حال اي دولة عد معايير وعد مقاييس ليكون هذا البلد واصل لمرحلة معينة رانك فاحنا امتثلنا حصلنا حاليا شهادات للانظمة وشهادات للامن البريدي حصلنا على مرتبة عالية يعني حصلوا تقلون على الرانك ما العراق العراق وصل للمرتبة 97 هذه المرتبة 97 يعني اهلتها ان يكون من مقدمة الدول اللي هي متطورة بالبريد هذا الشبكة البريدية احنا شعون عدنا عدنا مثلا نظام نظام اسمه IPS هذا IPS نظام يسوي الاتحاد البريد العالمي اتحاد البريد العالمي نطالي كل متاح هذا طبعا اشترينا لايسنز من اتحاد البريد شي سوي هذا هذا نظام تقفي يعني هسا حاضرتش عندش طرد رايح للمانيا فانت تقدرين تدخين عن طريق هذا IPS اش وفين الطرد ما تتشوين هذا فهي شبكة يعني اكوش نظام اخر يسموه الف اس اللي هو الحوالات المالية هذا حاليا احنا دا نشتغل باتجاه ان نكمله يكون عدنا كل البريد بالعالم تقدرون نسوي حوالة عن طريق مكتب بريدي والصير حوالة عالمية هذا النظام اخر الف اس بس يعني اتجاه البريد عالميا دا يتجه نحو التجارة الالكترونية هنا يعني هيصير محطة انتقالية للبريد الكلاسيكي الى البريد المتطور عن طريق التجارة الالكترونية ارتين امازون واي باي وهذا فاحنا باتجاه دا نسوي امازون العراق هذا الشيء رح يكون موجود بالمستقبل ان شاء الله قريب ان شاء الله ايضا تعاون مع القطاع الخاص ومع الاتحاد البريد العالمي ان شاء الله قريب جدا ان شاء الله سيد زينب احنا نفرح لما نشوف بلدنا يتقدم في كل المجالات والبريد واحد من اساسيات فعلا تأسيس الدولة نتمنى انه فعلا نكون مشبكين مع كل العالم بكل شيء مو بس بالبريد شكرا لك شو سعيدة انه تكونين ضيفتنا اليوم بستوديو الظاهرة للحديث عن البريد العراقي العريق انا اشكركم انا اشكركم شكرا جزيلا بس لما اشتركوا في القناة